مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وإياكم معدوة مقدمة التغطية الرياضية سامان بريفكاني ومعايا في التغطية الزميلة سهر مهنة بعد أقل من ساعة يلتقي منتخباء العراق وسوريا في هذه الجولة الأخيرة من التصفيات على مل أبي راشد بدبي العراق سيرفع شعار لا بديل عن الفوز نعم من جهة أخرى المنتخب العراقي عينه على المباراة الثانية التي تجري بالتوقيت ذاته عندما يستضيف الأبيض الإماراتي نظيره الشمشون الكوري طبعا العراق عاد إلى المنافسة في الجولة الماضية بعدما فز على الإمارات بهدف واحد دون رد بينما المنتخب السوري خرج من المنافسة على الرغم من فوزه على لبنان بسلاثية نظيفة العراق والإمارات يتنافسان على المركز الثالث وهذه الجولة راح تنطينا من المتأهل للملحق الإمارات عنده تسع نقاط والعراق عنده ثمانية يعني إذا فاز العراق والإمارات تعادل أو خسر راح يتأهل المنتخب العراقي لملاقات أستراليا نعم مشاهدين دعونا نشاهد وإياكم أراء الجماهير الرياضية العراقية والسورية في أربيل حول المباراة ممتاز جداً بس إرادةهم شوي يعني ماذا تتوقع من الفوز اليوم؟ توقع أكيد العراق يعني خش ما شجع سوريا يعني أجد العراق ماذا سوري؟ عادي فاشلينة من هو تكيف يغلب؟ ها؟ عراق أنت حضرتك سوري وتكيف العراق يغلب؟ ليش؟ لأنني عايش بينهم تمنا فوز عراقي إن شاء الله 2-1 2-0 إن شاء الله هاي سوريا بالتشكيل بديل ربحوا على لبنان 3-0 هي بالبديل بس ما الواسطة ما يربحوا ما يجيبون شي والله إن شاء الله بقوة للعراق آه الخاطر هاي التلاحفنا إلهي آه يه والله إن شاء الله يغلب العراق آمين أي والله إن شاء الله إن شاء الله لا إن شاء الله تعادلوا صفرات لأنه سوريا شعب واحد والعراق شعب واحد ان شاء الله عراق سوف يفوز نعم مشاهدينا سيكون تركيزنا على فوز أسد الرافدين وعند انتهاء المباراة راح نلتفت إلى نتيجة كوريا والإمارات نعم التاريخ يحفل بالكثير من المباريات الخالدة بين المنتخبين لعل أبرزها مواجهتي الحسم لمونديال المكسيك عندما تعادل في دمشق سلبيا فيما فاز المنتخب العراقي في مباراة لإياب بالطائف بالسعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحرم نسور قاسيون من حلم الوصول للمونديال نعم أكبر فوز للمنتخب العراقي كان عام 1975 ومن نتيجة أربعة أهداف دون رد في بطولة كأس فلسطين وآخر مباراة بين المنتخبين كانت في ذهاب الدورة الثالث للتصفيات المونديالية وهذه والتي انتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهما طبعا عزائي المشاهدين طاقم التحكيم من اليابان بقيادة دولي ريوجي ساتو صاحب 45 عام اللي سبق وقاد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية في التصفيات بنجاح عزائي المشاهدين معنا في استودياهتنا ببغداد الصحفي الرياضي سامي عيسى أهلا بك سامي المباراة مشابهة لسيناريو تشرين الثاني عام 1985 والعراق صعد للمونديال بعد فوز على سوريا 3 واحد شنو رأيك حبيبي؟ تحياتي لك استاذ سامان والستة سهر ولكل مشاهدي قناة الزاقروس في الحقيقة يعني اتذكر جيدا في أواصل ثمانيات القرن الماضي مونديال مكسيك ستة واثمانين يبدو انه يعني التاريخ يبقى معيد نفسه يعني هستر ربيد اتسلف ربما اقول نعم لانه في العام الوصع ستة واثمانين احنا قبلنا الامارات ومن ثم سوريا وفي مونديال ستة واثمانين كان اول ما كان ذا تتأهل وتأهلت قبل يومين وفي ستة واثمانين دينيماك اول تأهل الالها فما عف يبدو انه يعني التاريخ عيدا في ساعة ولا الله هو اعلم فيما يتعلق احنا اليان على بعد يعني قبل من نصف ساعة عن توقيت المباراة في الامارات احنا بالنسبة اننا بصراحة يعني ننتظر شيئين احنا اواج نجب ان ننفوز وننتظر هدية من كوريا هذا واحد اثنيا مصير البطاقة بيد الامارات انهم تسعنا قطعنا ثمانية لكنها بشكل عام يعني باطل اليوم باكيد يعني بصراحة يعني نفسية معنوية ذهنية اكثر من ما هي فنية خططية تكتيكية بسبب الضغوطات الاعلامية والضغوطات الجماهير وضغط المباراة والنتيجة المنتخب السؤول لا يمتلك شيء هو خاجر حسابات لكن في الحياة بشكل عام وفي الرياضة انت صعب جدا متقابل يعني منتخب او نادي فاقد لكل شيء لأنه ما عنده شيء خسرة نعم بالتالي يعني انا حذر اللاعبين يعني انه ينسوا مباراة الامارات نعم استاذ سامي المنتخبان العراقي والسوري مستواهما متقارب هاي الفترة مع افضلية قليلة للمنتخب العراقي وهي بمثابة مباراة نهائية ما رأيك صحيح هي مباراة اليوم تندرج تحت اطار او عنوان تكسب ولا تلعب تكسب ثلاث نقاط فقط بعيد عن المستوى الفني رقم اثنيا اليوم مباراة يأكيد صعبة يعني هي مباراة نهائية بصحة مباراة كأس لان اتقل نقص ما على اثنيا احنا اجبدا ننفوز لانه في حالة التعادل والخسالة سمح الله البطاقة رحل الامارات احنا ننفوز ان شاء الله على سوريا ننتظر التعثر الامارات وهي واردة جدا في كوت القدم بحسب المستوى الفني بحسب المعطيات بحسب نوعية اللاعبين لكلتي الموجود عند نوعية الامارات مباراة اليوم صعبة يعني فيها الضغطات بصراحة اكيد يعني انه مو سهلة زميلي ثاني ضغط المباراة ضغط النتيجة انت عندما يعني يجب ان تسجل هي بوحدة ضغط احنا بنا متخدم صراحة من القام والحصاءات يعني القام السلبية اكثرها معنا صديقة اننا يعني احنا ثاني اضعف خط دفاعي بعد سوريا احنا اضعف خط هجومي عفوا على المقاطعة الثانية حبيب مع لبنان البارحة في المؤتمر الصحفي صرح عبدالغني شهد ان كرة القدم في الوقت الحالي لا تبحث عن المتعب بقدر ما تبحث عن تحقيق النتائج وعلينا تصحيح مسار المنتخب والكلام لعبدالغني شهد ويبقى هدفنا فقط نقاط المباراة ما رأيك صحيح نفس كلامي بالضبط يعني ما شايف المتامل الفني يعني الله شاهد لا كثير وضع المباراة حساسية المباراة ان انتهى مباراة نهائية خلاص بعد ايه فعلا لا واقعي منطقي المباراة ما تقبل يعني التاريخ لا يذكر المستوى الفني يعني التاريخ بعد عشر سنوات او خمسة او اكثر ما يذكرون المنتخب العراقي خمس مرات في العارضة خمس مرات في القائم اضعنا لكتين جزاء يذكر النتيجة وبالتالي هو النتيجة هي مهمة في كورة القدم بعيد عن المستوى الفني لكن تجمع ما بين المستوى الفني والنتيجة هذا شي جيد جدا شيء ايجابي ارجع المباراة بصراحة المتخب السوري اليوم سيسترجع اربع لاعبين يعني اربعة لاعبين اليوم يعني كانوا غائبين في مباراة الاخيرة سيسترجع محمود لمواس ويسترجع مرديكيان وعلاء الدلي والمرمور غابوا عن مباراة السابقة مع لبنان لكن يوم رجعوا بعد الحرمان والصابة احنا بصراحة متخبنا مطمئن يعني بعد العرض قدمنا امام الامارات يعني اظهرنا بصراحة احنا مرة الاولى منذ تسع مباريات في تصفيات كأس العالم احنا نفوز بالكلينشيت اول مرة ما نستقبل هدف في مباراة اخر مباراة كانت مع هونغ كونغ 1 صفر قبل مباراة ايران هذا يدرع انه فيه عمل جماعي وفيه انضباط تكتيكي وفيه منظومة حديدية دفاعية حديدية لكن في المقابل ايضا نعاني من بعض النقوصات احنا منسبة اننا يعني عندنا اخطاء دفاعية بصراحة خاصة فيما نقلق بالكواتر العكسية الجانبية والكواتر الثابتة رقم اثنيا احنا يعني نشاء الصعود قليل للظاهرين واليوم كوت القدم هي كوت قدم الظاهرين اللي هم يكون مفتاح رئيسي واساسي بتحقيق الفوز من خلال الصعود على الاطراف بالزيادة العددية رقم ثلاثة احنا بالنسبة اننا نعاني من من موضوعات خلق الفرص الخطرة يعني احنا في كل مباراة من اقل اقل فرق المجموعة خلق الفرص وانت في كوت القدم في معيار للفريق معيار لأي منتخب قوي او نادي قوي في العالم يعني اللي هو كم فرصة حقيقية تخلق كم هدف السجل والميزان الثاني والميقاس الثاني هو بدليل بدليل انه منصدر مجموعة من كوريا اه هو لقى الهداف اثنيا بينما ايران اربعة اذا هذا ينطيق دليل على ان كوت القدم قدم دفاعية نشوف اغلب المنتخبات العالمية اغلب الانديا الكبرى سواء في اوروبا وخارج اوروبا اليوم يركزون على منظومة دفاعية الحديدية ويركزون على الكونتر اتاك اللي هو الهجم العقسية السريعة انت في بداية اه سامان حبيبي ما هي هذه الاخطاء الدفاعية اللي عم تذكرة حضرتك برأيك ما هي رقم واحد الاخطاء اللي هي ابرز هاي الاخطاء اللي هي الاخطاء الفردية والجماعية فيما يتعلق بالتمركز نعم داخل منطقة الجزاء رقم واحد رقم اثنيا مناقبة المنافز رقم ثلاثة احنا الخطأ يدي يصير عندنا شنو خاصة في كواتر العكسية الجانبية وكواتر ثابتة ندفع ثمان هداث بصراحة نعم البعض باللاعبين عينه على الكرة وليس على المنافس وهي مشكلة يجب على اللاعب انه يركز في دفس التوقيت وعند عيون اثنين عين على الكرة وعين على المنافس اضف الى ذلك انه احنا نعاني بصراحة في جزئية مهمة جدا فنية سامان سهر احنا نعاني من صناعة اللعب بصراحة يعني في الامام نعم احنا مع الامارات رغم نفذنا لكن احنا ما استحدثنا ولا فرصة حقيقية للهدف اللي اجي اجي من يعني لعب صحية كان لعب لعب مفتوح اوبن لكن احنا نعاني من خلق الفرص ليش لانه احنا بنسبة ان لا نملك صانع العاب بلاي ميكر يسموه تسعة ونص اللي هما بين العشرة والتسعة الهداف اللي هو الترغيتمان او البوكس مان التسعة ونص هذا هو اللي يسوي لك اللعب اللي يطيك الكرة البينية البينية ويطيك التروباس اللي يفرد بها المهاجم اللي هو اعتقد عن جسيم بيرام محمد قاسم بشار رسن نشأة اكرم في السابق ناطق هاشمال الحمول هادي احمد شاكل محمود باصل قرقيس اسماعيل محمد احنا اليوم نعاني في منطقة صناعة اللعب بالتالي شون نعوضها نعوضها باللعب الجماعي بالزيادة العددية وتفعيل الاطراف بحسب ما اعتقد اليوم كانت نعب لغين يشهد حسب ما وصلنا من الاخبار انه مرح يغير بالتشكيل بالضبط سامي هسا اعتقد حيلعب نصل النظام اللعب سامي وصلتنا التشكيل على قولتك احنا نعب بمهاجم واحد صريح في كل المباريات صارت لما يتحقق لأي فرصة طبعا مهاجم واحد قليل بالنسبة اذا انت نامي على الفوض خصوصا هذا المباراة هاي المباراة تشكيلة المنتخب العراقي اللي وصلتنا هسا لحراسة المرمى جلال حسن خطت دفاع مؤلف من احمد ابراهيم منافي يوسف ظرغام اسماعيل وشيركو كريم اما خط الوسط امجد عطوان سعد عبدالامير حسين علي وابراهيم بايش ولخط الهجوم احمد حسين طبعا مهاجم صريح فهاي الخطة تدل على مثل حج انت حجيت راح نلعب بمهاجم واحد صريح وهذا قليل اذا منتخب يريد يحقق فوز وفوز يعني يعني مصيري صح شوف مثل ما توقعنا نفس التشكيل نفس الرصب التكتيكي اللي هو يعني ثلاثة خمسة اثنيا إذا كانت الكرة عندنا بصعود شيكو كريم على جهة اليمين وضرغام اسم على جهة الياسار إذا كان الكرة عندنا منافس ترجع تتحول خمسة ثلاثة اثنيا يغلق يرجع شيركو يرجع على جهة اليمين ظهر الأيمن وضرغام يرجع إذا في حالة عندنا يعني لا سمح الله خسرانين تتحول إلى أربعة ثلاثة ثلاثة إذا لا سمح الله يعني خسرانهم إذا فايزين ترجع يدرس بالتكتيكي يرجع يتغير نسلوب اللعب إلى خمسة أربعة واحد هي حسب النتيجة سامان أنا شوف اليوم يعني هو واقعي بصراحة من لعب المهاجم من واحد أمين حسين لها كثير واجبات هي ترى بعد في كوت القدم سامان سهر نعم بعد نص دقيقة من تحريك السنتر كل شي يتغير يعني رسم التكتيك يتغير من خلال الواجبات هي أنت تقول مهاجم صحي أمين حسين لكن الآن إذا أشوف أنه بتكون كرة عندنا من نسوي هجمه ويكون بزيادة منه عندنا عندنا حسين علي مع إيمان حسين وعندنا سعد عبد الأمير إبراهيم بايش وضرغام اسماعيل ويبقى حتى الأطرافة يصعدون هي الواجبات هي تحدد درس بالتكتيك حتى شاركوا مهن جعاسم يصعدون إي إي إحنا محتاجين زيادة عدد إحنا محتاجين بالأمام سامان إحنا ذريد اليوم إحنا متحاجين فوز بصراحة ولهذا يجب على المدار يفكر بالفوز يفكر بالتسجيل كما نوصل أكثر كما ستكون زيادة عدد أكثر بالعمق وفي المناطق الخاصة منطقة 14 إحنا سنكون بالأمان إحنا حسب ما أعتقد اليوم يحب دي ضغط عالي مثل ما بدينا مع الإمارات الثلاثة في الأمام حسين علي إبراهيم بايش أي من حسين نضغط بالثلاثة حتى نصحب خروج الكرة على المتخب السوري المتخب السوري صراحة يذين إذا ينتقل هو يعني عنده اتخاذ سريعة بصراحة وتحولات سريعة من الدفاع للهجوم ويذون أن يطلبون الكرة على الملاعبين خاصة للمشاهدين يطلب الكرة في بغير الخطوط وفي الفراغات نعم تشكيلة المنتخب السوري أحمد مدنية في حراسة المرمى خط الدفاع سعد أحمد وثائر كرومة وعلى الأطراف عمر جنيات وأخالد كردغلي وأخط الوسط سيبقى كامل إحميشة بجانب محمد العنز ومحمود المواس ومحمد المرمور وفي الهجوم ماردك ماردكيان وعلى الدالي مع توقعات بمحمد ريحانة وأوليفر كاسكاو يعني برأيك كما ذكرت سامي أن المنتخب السوري يلعب بأرياحية ليس عليه ضغط مثل المنتخب العراقي صح عندما تواجه منافس خاصة كل شي احذر منه ربما يعني يسيب لك مشاكل صاد ذاك اليوم مع إيطاليا ومقدونيا الشمالية مقدونيا فاست وحصف بهجمة واحدة مرتدة كنت لقدم لعبة اللا منطق واللا معقول ولا تحكم الحسابات المنطقية والفنية على ياتي حال يعني بطبيعة الحال مثل ما قلت لت شوف عودة الرباعي يعني عودة الرباعي السوري الخطر محمود المواس والدلي والمردكيان والمرمور وعدهم كردخلي على جهة اليسار ممكن بزيادة عددية الذينة ولهذا أعتقد اليوم سيكون لعبنا حذر بصراحة بالبداية ما نحن يعني نرجع للهجوم راح نعب بحذر ببداية نغلق المساحات نضيق المسافات راقب مفاتيح اللعب من ندفع للأمام ننتظر لتفعل منتخب السوري يعني حسب ما أعتقد إلى أن مثل منتصف الشوط الأول منتخب السوري يعني عنده تحولات سريعة محمود المواس خطر جدا يعني في منطقة الخطرية منطقة ذهبية اللي هي منطقة 14 اللي هي أخطر منطقة في مربعات الملعب 18 ولهذا يجب أن نكون منعقبتنا نصيقة إلى راقب مفاتيح اللعب من ننطيهم مساحة ومسافة لأنه يصرفون بالكرة الضغط العالي وهو شنون الضغط العالي تحرم المنافس من وقت في المساحة بتصرف بالكرة أنا أعتقد اليوم يجب أنه نصعب خروج الكرة على المنتخب السوري بنفس الوقت يكون عنده خطوط متقاربة حتى اللاعب اللي يحمل الكرة يكون عنده خيالات بالتمرير من وجه صعوبات من خلال تقارب الخطوط من خلال تقارب اللاعبين منظومة دفاعية الحديدية أيضا الاستحواض والسيطرة أنا أعتقد اليوم منتخبنا يلعب بأريحية يعني يجب أن يلعب بأريحية يبتعد عن العصبية والتعصب يكون لك التركيز دهني هناك تركيز دهني عالي فيما تعلق بمجهات المباراة نعم سامي نحن اليوم يعني توضحت التشكيلات نعم توضحت التشكيلات لكن أعتقد يجب على المنتخب العراقي الحذر من الهجمات المرتدة خصوصا صحيح هو يعني المنتخب السوري يعتبد على الـ هجم العكسية متدد السريعة بالتالي يجب أن نغلق المساحات نكون حاضرين بالمناطق الخلفية عندنا زيادة عردية في الخلف ما نسمح يتحركون بحرية يطلبون لكل خلف المدافعين يطلبون لكل خلف المساحة يطلبون لكل ما بين الخطوط يجب أن الضغط العالي مراقب الأصيق مفاتيح اللعب نحن بنسبة أن نقادرين بصراحة نحن من خلال يعني التحولات السريعة من خلال التقبيل الدفاعي والانقلابات السريعة والزيادة عديدة في الأمام نحن محتاجين نلعب في الأمام محتاجين نقل الكرة في العمق السوري نحول ننوع على الأطراف الكرة التزديد البعيد والقريب الكرة العكسية الجانبية هذه الحلول المجدد عندنا ركز على ألم في الكرة الرئيسية نحن نوصل للكرة لن خير معزول في الأمام وحدة يكون كماشة ويكون هناك ضحية للدفاع السوري يجب أن يكون مساندة هجومية بالعمق بالأمام من خلال حسين علي إبراهيم بايش سعد عبد الأمير أمجد عطوان على جهة الأمير شركو كريم ورغام اسماعيل حتى أنهم من نسمح لمنتخب السوري أنه يسوي هجمات عكسية علينا أعتقد اليوم نحن منتخبنا هو الأقرب للفوز في ظل الكولاتي الموجود نمتلك الجو الدول النوعية لدينا كولاتي عالي بصراحة لدينا ذكة مدلاء لدينا بك احتياطي ممكن أن يعملون فارق الفني لدينا بصراحة نمتلك بصراحة لكن علينا اليوم أهم نقطة ننقذ عليها نسجل هدف وبكر عندما نسجل هدف وبكر رايحة أصعابنا وأصعاب جمهورنا رقم واحد رقم اثنين سنجبر المنتخب السوري يطلع من المناطقه عندما يطلع من المناطقه من المناطقه من المنتخب السوري لحيثك بساحات أو فراغات في المناطق الدفوعية ممكن نستغلها بالتحولات السريعة أنا وأوجه لعبينا بصراحة عدم احتفاظ بالكرة اليوم عدو الأول للفريق هو احتفاظ بالكرة كوة القدم تغيرت يا أخوان لا تحتفظ بالكرة إلعب سريع عنقل سريع مرر سريع استخدم يعني الـ 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 مهم جدا في هذي الشباك يحتاج خمس محطات تنظيم الدفاعي لاعب المحطة التقابل المساحة أقل تمرير أسرع زمن هو هذا الـ كل المنتخبات لندي ترعب الـ اتأمن مناطق الدفاعية ويش يجي في الأمام هو زائد الخير كلامك صحيح جميل منتخبنا قادر لأنه المنتخب طبعا صار لنا شم يوم نسمع بظاهرة غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمور تحضير مكافأة للمنتخب السوري من قبل الإماراتيين إذا ما تحقق نتيجة جيدة هل برأيك هاي صحيحة يعني وليسه كل ما يقال هو صحيح لكن احنا سمعنا في السوشال ميديا التواصل الاجتماعي ربما فيه يعني عملت اتفاق أو عملت دعم مادي لكن أنا بصراحة ما العلاقة بالإمارات وسوريا في الميزان عندما تضع في الميزان كفة الوطن وفي كفة الأخوة المال كفة الوطن هي الراجحة بالتالي أنا وصل إلى عمين بتعدون على هاي الأمور بتركيز لدينا في المباراة وبس نحن نفوز إمارات ينطون للسوريا كوريا ينطون يعني مثلا يعني الإمارات ما عفو يعني نحن نركز في مباراة نحن نفوز نأخذ ثلاث نقاط وننتظر التعثر وهدية من كوريا وإيران نعم فأعتقد هذا كان مبالغ بصراحة يعني هاي الأخلاق والنزاهة يعني في متعاقب الفيفا يعني في متعاقب كوريا ولبنان أنه ما أعتقد يعني صراحة أو الإمارات لا ما أعتقد فيه أخلاق وفيه نزاهة وفيه التزام نحن اللي علينا نسوي نترك هاي الأمور الجانبية الركز في المباراة شلون نفوز شلون نسجل كيف نخلق فرص منظومة الدفاع الحديدية الكواتي الثابتة الكونتر أتاك الأخطاء الدفاعية هشوف كلها معطيات فنية نحن مجدنا وين سيد سهر أستاذ سامان أنا في حد سم ما أعتقد نعم ما عندنا لعب سوبرستار سامي بعد قليل ستقام مباراة العراق والسورية على أرض الإمارات وما عندنا سردار إيران نعم هل تسمعي بعد قليل ستقام مباراة العراق والسورية على أرض الإمارات والمستضيف هو من نفس المجموعة لماذا لم يشتك الاتحاد العراقي ويطالب بنقل المباراة إلى مكان محايد في البداية كان الهوم يعني ملعب السورية كان في الأردن نعم ثم حولوها إلى الإمارات يعني قبل قبات اليوم يعني بالإياب حولوها إلى الإمارات بس هذا في حيث صالح المنتخب العراقي طبعا يعني ممكن تبقى المباراة كيف نحن يعني يلعب نفس المجموعة لكن ملعبهم من الهوم ما لهم بالإمارات ويوسط فسالة يعني كان لازم على الاتحاد العراقي أن يشتكي من هذا لأن سامي أنت تعرف الإمارات المنافس الوحيد للعراق على خطف بطاقة الملحق فأكيد كل الأمور راح تصير ضد المنتخب العراقي كان على الاتحاد العراقي أن يشتكي وعلى تغيير الملعب صراحة صحيحة نعم نعم لكن قلت لك أنا ما هو مالهم يعني مال سوريا هو الإمارات لكن أنا بعيد عن كل هاي الأمور يعني الاعتراض على الملعب نقل المباراة أرض محايد أو مثلا المال فيما يتعلق بإمارات سوريا أو كوريا ولبنان في الخطة الثانية أنا هذا كل ما أفكر بيها نحن اليوم نفكر كيف نفوز يعني نحن نفكر داخل الملعب ما نعلاق شي صير خارج الملعب نحن نفوز وننتظر هدية أما نظر بصراحة نفكر ونشغل لاعبين وجهازنا الفني بأمور ثانوية الجانبية هذا خطأ نحن اليوم مباراة كيس مباراة نهائية لا تقبل قسمها 2 الخسارة أو التعبد لا سحمل الله باي 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 قطر 2022 ونفوز ننتظر تعفث كواتر قدم لا تخضع للحسابات لا تخضع للمنطق كواتر قدم ليست 1 1-1-2 في كواتر قدم 1-1-4 وعندنا شوات تاريخية كثيرة في مفاجآت وفي نتاج غير متوقعة منتخبنا اليوم بحسب ما قدم مع الإمارات قادرين اليوم قادرين عن تخطي الحاجز السوري احنا أفضل يعني فردين وجماعيا وضعنا النفسي والمعنوي والذهني أفضل احنا نقاطنا أكثر احنا عدنا طموح عدنا رغبة عدنا عدنا فرص أو فرصة بالتأهل إلى المباراة الملحق سوريا لا تبتلك شيء احنا علينا نسوي أنه الركز في المباراة اليوم التركيز الذهني مطلوب والتركيز الدفاعي مطلوب المنظومة الدفاعية الحديدية الدفاع التركيز الذهني العمل الجماعي ونضباط التكتيك اهم شيء احنا مثل ما قلت لك محتاجين نسجل هدف مبكر وتحت تذكرني احنا ان شاء الله اليوم احنا بعد ساعة 4.5 بعد 10 دقائق نعم سامي اشتركوا حتى يروحوا علي ما نحنشوفه نعم ابقى معنا اكيد سنعود لمتابعة الحديث لكن دعنا نذكر احنا نسجل هدف مبكر نفتح كل العقد والطرق سامي ابقى معنا دعنا نذكر المشاهدين أن المنتخب العراقي قام يوم امس آخر وحدة تدريبية تحضيرا للمباراة وحضر التدريبات اللاعب علي عدنان لمؤاذرة أسود الرافدين وكان له هذا التصريح واحد من المشجعين لهم سأكون باتر مساند لهم بالملعب بصراحة مباراة صعبة جدا ممكن ما تعني شيء للمنتخب السوري لكن تعني كثير بالنسبة للفريق العراقي خاصة بعد النتيجة الأخيرة التي حصلنا عليها أمام الإمارات التي كانت بصراحة نتيجة مستحقة جدا لأنه بعد الأداء التي قدمها المنتخب العراقي في هذه المباراة أتمنى من رب العالمين أنه يوفق المنتخب في هذه المباراة أمام سوريا لأن المباراة تحصير حاصل ممكن تنقلنا النقلة كبيرة في سبيل أنه يكون بالملحق أو حتى إذا ما انتقلنا فأعتقد أنه رح يكون هناك فريق قادم بقوة لبطولة آسيا إن شاء الله تمنى التوفيق لكل اللاعبين الزملاء اللاعبين الكادر التدريبي وجميع عضاء الوفد العراقي إن شاء الله رح أكون مأزرهم بالملعب نعم عزائينا مشاهدين دعود إليكم من جديد أخ سامي كوريا جنوبية أكيد هي متصدرة المجموعة وبجدارة يعني ما جاي لهاي المباراة لننزها وراح حسب تصورنا يفوز على الإمارات بكل سهولة شون تشوف هذا هو يعني بحسابات يعني النقاط يعني اليوم إحنا لبنان إمارات تسعة يعني إحنا ثمانية لبنان ستة كنا نمتلك حظوظ وكواتر قدم يعني يعني فيها كثير من مفاجآت فصراحة وأنا حدك لكم حالة تاريخية تشبه اليوم نعم أولمبيادة اليونان 2004 كانت عدنان حمد المباتل الأخيرة العلاق مع السعودية والكويت مع عمان الكويت مع عمان يتعادلون وإحنا نفوز على السعودية نتأهل الأولمبياد وصارت الكويت مع عمان تعادلوا صفر صفر وإحنا نفزنا على السعودية ثلاثة واحد يعني ممكن فيه كويت قد ممكن صارت يعني فيها الشوات تاريخية أرجع لك اليوم كوريا أعتقد بصراحة أفضل بكثير أفضل بالإمارات في كل شي في الميزان الفني يعني يعني جودة اللاعبين جودة المدربين عدد النقاط الشخصية قوية السرعات يعني منظومة دفاعية التحولات السريعة كوريا لا استغلال الأطراف بالعمق لا فرق قويب بين كوريا وإمارات رغم أني يعني كويت قد يكون مفاجآت لكن على الورق على الورق كوريا تغلب تغلب الإمارات على الورق إيران تغلب لبنان على الورق عراق يغلب السورية صحيح لكن هل في علم الغيب نعم سامي لكن نحن عدنا معطيات فنية عدنا كولتي لاعبين جودة لاعبين عدنا حال نفسي وحالة معنوية أعتقد العراق هو الأقرب إلى بطاقة الثالثة صحيح سامي لكن في حال فوز كوريا رح يتقدم بتصنيف الفيفا وبالتالي سوف يصبح موقفه أقوى مجموعات المونديال صحيح الكوريا محتاج فوز نتفيده بالتصنيف فيما يتعلق بالقرعة أو في التصنيف العالمي كوريا بكل مقاييس الفنية الشخصية التاريخية نوعية اللعنة وفضل من الإمارات بصراحة كان يحتام بالتقدير إيراني يعني بصراحة أول آسيا يعني أفضل من لبنان يعني تبقى نحن الإمارات على المكزة الثالث نحن مع سوريا أنا خوفي بصراحة يعني يعني أخشى يعني نعم سامي إذا المنتخب العراقي ما قدر يفوز اليوم على سوريا طبعا بدون استهانة بنصور قاسيون لازم ما نزعل لأن هذا هو مستوانا والعتب على من كان سبب في الماضي وضياع النقاط كان من السهولة الحصول عليها يعني إذا لا سمح الله ما فاز ما لازم نعتبهم نعتب على اللي يضيع علينا النقاط في السابق بمواراة سهلة صحيح أستاذ سامان في معادلة في معادلة في كاس العالم شتقود في المجموعات يعني يجب أنه تخسر أو تتعادل مع الكبار اللي أقوى منك أكبر منك أذقل منك اللي هما كوريا وإيران تتعادل تخسر ماك مشكلة لكن المنتخبات اللي مثلك أو مستوىك وأقل منك يجب أن تفوز عليهم أنت تجمع في كاس العالم في التصفيات في المجموعة تجمع نقاط من الصغار من الصغار وبالضعفة لكن نحن نصال معنا اليوم في تصفيات الآسيوية نحن لافزنا على الكبار ولافزنا على الليويانة ولافزنا على الأقل من عدنة إلا اللهم فوزنا لأخي على الإمارات بالتالي نحن نضيع النقاط بصراحة حتى ما نستغلين الهوم وانتنا نحن غريبة أنه ما عدنا ولا فوز هوم ما عدنا وهي كارتف يكاد تتقدم نعم ومفترض لكن هو بديل لكن لجب أن تستغل المباتي تقام على أرضك بالتالي نحن نضيع النقاط نحن نضيع نقاط من لبنان بصراحة وغيرنا وغيرنا من سوريا وغيرنا من الإمارات نعم بالتالي نحن 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 نبسنا في هذا الموقف نحن دائما في كاس العالم من أول مشاكلنا في العام 1974 دائما نحن نبسنا في عنقى زجاجة في الموقف المحرج في 86 مع قطر في كالكتة سجلنا كلمة علاوي تهدف من بايسيك الكيك خيالية وتأهننا مع الإمارات كلمة صدام سجب الداقة 90 وتأهننا نحن دائما موقفنا حارج وقلق في تصفية كاس العالم لكن نعم 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 الصحف الرياضي الزميل سامي عيسى كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا لك مشاهدين الأعزاء لم يبقى إلا القليل لتبدأ المباراة المصيرية بين المنتخب العراقي ونظيره السوري نشكركم على حسن المتابعة نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة كل التوفيق للمنتخب العراقي في مباراته إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر